هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصرية عدد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب نحن النهاردة وفقنا موافقة نهائية على مشروع قانون هيئة الشرطة وتعديل بعض أحكامه الحقيقة ده موضوع مهم جداً زي ما احنا عارفين أن قانون هيئة الشرطة كان سنة 71 مرة عليه أكتر من 50 سنة هناك العديد من التغيرات الإدارية اللي حصلت خلال الفترة دي كانت تستلزم وتتطلب درورة الدخول بتعديلات من الهيئة وده اللي تم الحقيقة هي تتعلق بالترقيات والجزاءات الخاصة بجهاز الشرطة والحقيقة هي كلها تعديلات تصب في صالح الهيئة نفسها وإحنا بنقدم لها النهاردة وإحنا دخلين على 25 يناير عيد الشرطة كل التحية والتقدير لمعالي وزير الدخلية والسادة الزباط والأفراد العاملين بالشرطة والحارسين لهذه الدولة وعلى أمن وسلامة المواطنين وسلامة المنشئات كل سنة هم طيبين جميعاً انتهزنا هذه الفرصة أن احنا الحقيقة بعثنا برسالة دعم وتأييد لرجال الشرطة وتحية وتقدير لمعالي الوزير وزير الدخلية وكل القيادات وزارة الدخلية ضباط وصف وجنود على جهدهم في حفظ الاستقرار والأمن داخل مصر وأيضاً على جهدهم في مكافحة الرهاب في سيناء بالاشتراك مع القوات المسلحة واستشهاد بعض جنود ودباط الشرطة في هذه المكافحة وربنا يحفظهم من كل شر لهذا القانون تعديل في بعض مواد القانون 109 لسنة 71 وهو قانون هيئة الشرطة والقانون يستهدف عدة أهداف الحقيقة يمكن تحديث التشريعات المتعلقة بهئة الشرطة في موضوعات ترقيات وحالة الاستداع وبعض المواد الأخرى والحقيقة يمكن هذه التعديلات كلها بتصب فيه لتتمشى هذه القوانين اللي هي قانون هيئة الشرطة مع قانون الخدمة البلدنية السابق صدوره منذ 2016 ويبقى كل القوانين متجانسة ومتكاملة مع بعض الحقيقة هذا القانون هذه التعديلات بتؤدي إلى انضباط والتجانس مع القوانين الأخرى